موضوع التلاعب حدث خارج اللجنة المالية على التبار لجنة المالية رفعت البيانات أو ما كان الهدور في موضوع التغييرات باعتبار أن القرار صار داخل ملجس النواب أن يتم تصل على الجداول كما وردت ما طرحت الحكومة من تغييرات وتعديلات حقيقة فاجئنا به على أثرها تم تشكيل لجنة التحقق ولجنة التدقيق داخل اللجنة المالية بقرار اللجنة وبخمسة أعضاء أعتقد أنا طبعا خارج اللجنة بعدين صدر قرار من رئيس المجلس بإلغاء هذه اللجنة باعتبارها مو صلحة اللجنة وشكل هو اللجنة برئاسة النائب الثاني لمجلس النواب نائب رئيس المجلس ومستشارين مجلس النواب للتحقيق في ما ورد من الحكومة وردوا ببيان ثاني أنه اعتمدوا البيانات اللي أنتوا عديتوها على اعتبار الأمر النيابي كان أو تم تصويته على الجداول كما وردت من الحكومة هذا تبرير مجلس النواب موضوع البيانات إلى الآن عفوا أتوقف عن نقطة البيانات إلى الآن نقطة مهمة قلتها لحد لأن لم نقطة مهمة قلتها التلاعب في جداول الموازنة تم خارج اللجنة المالية إذا التلاعب متبوت بس ياهل تلاعب بعدنا ما لقينا أنا أقول قصدي اللجنة المالية عفوا اللجنة المالية كان ما لها دور في تغيير أي بيانات أنا أسأل التلاعب لما رجعت لكم الموازنة باللجنة المالية بناء على ادعاءات السيد رئيس الوزراء قارنتم بين النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية من خلال لجدة التحقق وليس التحقيق وجدتم فرق من 15 تريليون وكتبتم هذا للسيد الرئيس نعم هذه المعلومة دقيقة نعم البانات اللي وصلت من رأس الوزراء بها فرق بالتخصيصات 14 تريليون و500 تقريبا من المسؤول عن هذا الفرق لحد الآن اللجانة التحقيقية اللي شكلها رجل المجلس الفرق ظهر في مجلس النواب هسانا ما أسأل من أسواها إذن أكون نسختي أكون نسخة الأصلية من رئيس الوزراء وأكون نسخة بها تلاعب من مجلس النواب تمام نعم زغرديا الشاح زغرديا أصدرتها الحكومة أي